اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بقسم اللغة الفرنسية سعيد جدا بالتعاون مع بعض الزملاء في المجال بإطلاق مبادلة أساسة اللغة الفرنسية في تدشين نادي لغوي للمخاطبة وليتعلم اللغة الفرنسية في السودان سأتكلم شوي بالفرنسية كمان لأنه عدد من المعضور هم من جمهورنا وعدد من الناس اللغة اللغة الفرنسية في السودان لهم التحية ونشكورم على المتابعة اشتركوا في القناة بقسم اللغة الفرنسية في السودانية بقسم اللغة الفرنسية في السودانية في السودانية لنا لم يؤديو وقت ihm 사حل ngày سأتكون معه مع معمد الخرنسية coûteوتى الكثير من س戰te كارتو لدينا أيضا حفظ عزيزد شيئر الفرنسية في كارتو اليوم كما في الانتظام بالتحول نحن نبدأ بجعلنا في المقام بلقاء في الفرن ولكنه سيكون لدينا أخرى بعض الأشياء نحن 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 نكسيقيا ولكنه سيكون لدينا مجرد نحن نجد كل المقام بالفرن الفرن وكل عملا العلم في اجل قصة سودانية الطوى للتفصلوا على exposing القبرة إذاً يحتاج إلى البيتباع لجنبقائكم على البيتباع أن نضخصنا للحسن تحتاج إلى البيتباع اليوم عن المستقبل الغرسية المنميزي لصدان الأستاذ مسيو عبد الحسين أستاذ اللغة الفرنسية بجامعة القرطوم والأستاذ محمد الهادي أستاذ اللغة الفرنسية بجامعة أنيلين سيكلمون لنا شوية عن أهمية ممارسة اللغة الفرنسية عبر منصات البرامج الثقافية ومحمد الهادي سيكلمنا عن تجربته وكيف استفادت من نوادي المخاطبة التي كانت تنعقد بالجامعات السودانية أو بالمركز الثقافي الفرنسي بجامعة القرطوم مسيو عبد الحسين سيكلمنا شوية عن أهمية هذه النشاطات في التمكن من تعلم اللغات الأجنبية لفرصة أن نستمع لهم وأن يوصلوا رسالتهم للمشاهدة التي تتبعونا على المشاهدة والحضرين معنا في المنصة المنصة في حالة المتحدة في المدينة في المدينة وكيف حلقكك تفضل تقديمك في هذه المدينة؟ ماذا؟ بدا أولاً، كنت أتمنى كل منهم يجب أن نتحدث في المدينة كيفية؟ أطفل، أطفل؟ أطفل، أطفل. عندما نتحدث في المدينة، كنت أخبرنا المترجم للقناة 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 سلمية أسهل من مدنية سلمية بنقول باسيفيك 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 سلمية باسيفيك 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 تشترك معنا هذه المتحدة في التقديم و تتكتب في الفرنسي. وأنا أعطي أيضاً أماماً أماماً للمشاهدة في الفرنسي. كما تعلمون بسبب الآن، أماماً أماماً للمشاهدة. لذلك نسيطان شدنا نحتاج لذلك في تسجيل ذلك سيوارة نسيطان المساضة لذلك ملسودان كخبيرا لذلك نسيطان مقلوبون لذلك نحتاج لذلك نحن نعطينا لذلك وقت لذلك ترجمة نانسي قنقر المداخلات الحكوم باللغة الفرنسية فأتمنى أن الناس تستفيد من البرامجة وزي ما قال ميسيو عبدالكسين السودان دولة بطبيعة مفتحة الحدود رغم الشغل اللي اشتغلوه الكيزان والحظر اللي اتفرض علينا بصورة مشحفة لكن بنأكد أنه نحن كسودانين بطبيعنا مفتحين على الشعوب والدليل أنه الليلة الآن عندنا أكثر من 18 قسم لغة فرنسية في السودان أو 25 صحيحني كمان محمد هادي يقول 25 قسم لغة فرنسية فده بدون على رغبة الإنسان السوداني في التواصل مع العالم الخارجي ودي برضو تحية كمان نشكر إخواننا في طلب أو نادي لغة الإنجليزية وأدعوكم كمان برضو إنه بنفس الحضور ده وأكثر إنكم تنضموا لهم محمد هادي محمد هادي هل لدينا شيء شيء يريدون بان ترميني سي سلمان شباب حنا نتكلم بالعربي الليلة شوية لحد ما نخش في الجو بتاع اللغة الفرنسية طيب سنتكلم عموما عن الأهمية بتاع تعلم اللغات أستاذ عبدالسين تقريبا إذا تكلم عن الأهمية بتاعت اللغة الفرنسية لنا في المحيط بتاعنا الإقليمي على الأقل وإنها مدخل لحاجات كتيرة وضرب مثلا بالتجارة فاللغة الفرنسية ممكن تبحث يعني ممكن تفتح لك آفاق بتاعت بعثات أو سكولارشيب كتير خالص سواء في كندا أو في فرنسا أو في الدول الناتقبة الفرنسية لو ملاحظين أغلب الناس في المبادر في الفيسبوك هم حتى يعني كتير جدا بتساهلوا عن المنح بتاعت لاتو غيفيل من حد بوردي ايفل وغيرها فإنت إذا كان عندك كيش كويس في اللغة الفرنسية بدأت تدعلم في اللغة الفرنسية بيساعدك كتير جدا على الأقل في الإطار بتاع المنح الدراسية غير كده إذا كان أوردي أنت عايز تطور من مهاراتك العملية عايز تفتح آفاق تاني فبالنسبة ليك اللغة الفرنسية هي حتكون كسلاح إنك تخترغ العالم الثاني غير العالم الأنجلوسكسوني حتى حتكتشف في عالم تاني كيف يفكر كيف بدأ يطور في الصناعات كيف بدأ يطور في التجارة فممكن أستاذ عبدو يضيف حالة برنامجنا حيكون مكون من شيقين الشيق الأول متعلق بدروس مباشرة للناس اللي حيبتدوا في اللغة الفرنسية وبالتالي أي زول ممكن يستعيد يسجل المواد في الموبايل بتاعه ولما يرجع البيت تاني يوم يراجع الدروس عشان يجي يأخذ الجديد الجزء الثاني حيكون لطلاب اللغة الفرنسية أصلا الناس اللي هم علاقة باللغة الفرنسية يحاولوا يجوا هنا ويطوروا قدراتهم عبر البرنامج داية في عدد من المبادرات اللي حيقدموها أساتذة في اللغة الفرنسية شكرا لكم كثيرا طيب شكرا أستاذنا عبدالحسيم أعتقد أنه وصلنا لبرنامج بتاع الليلة والناس أخذت فكرة عن شكل البرنامج التي تقدم مساء عبدالحسيم لكم بالعربي على شكل البرنامج وأظن فكرة وضحة إذا في أي أزيلان حكم تواجد تجيب عليها أخذت لكم أعطاء الناس الليلة أخذت لكم في نهاية الليلة ويساعدنا على شكل البرنامج وبصيراه التدارة الأخرى في مدريسة الفترة لسقس التدارة الأخرى في ديولة سنواء ديفزة في مدريسات الفترة الأول يتحدث عن من الطبيعات الفترة والى شراء الفترة والتدديذة للتعامل يتحدث عن مدريسة الفترة اشتركوا في القناة شكرا للمبادرة الباحثين السودانيين وشكرا لكم كمان هل سهي أن اللغة الفرنسية أسهل من اللغة الإنبليزية من حيث النطق أو من حيث التعلم بشكل عبير الأخ بيزأل عن أنه هل اللغة الفرنسية أسهل من ناحية بتعب نطق وتكلم مقارنة بالإنجليزية أو اللغات الأجنبية التانية أنا دارة نقول لكم يا جماعة بشارة كبيرة جدا وخبر حيطنينكم كلكم نحن بلغتنا السودانية أعتقد أنه عندنا كل مخارج الأصوات البتاعد أو بتخلينا نتكلم اللغات الأجنبية يعني أنا شايف أنه الإنسان السوداني هو إنسان غني صوتيا فالصعوبة يواجه إنسان إذا شفتوا مثلا معنا بعض الآسيويين بيكون اللغات بتاعدنا من الأم مفتغلة لبعض الأصوات فبكون لدينا مشكلة أنه يتعلم أو يتكلم بالإنجليزية أو الفرنسية بصورة واضحة أما نحن السودانيين فبشهادة الباحثين أو كل في تواصل معنا من الأجانب بيشهادوا إنسان السودانيين من أكثر الناس اللي بجيدوا لغات الأجنبية بلسانة وإجابة شنوكم جوفت على سؤالك في سؤال عندنا سؤال تانية يا جماعة سؤال توضيحي طيب كويس محمد أو أستاذ محمد الهادي بيخترح برضو إنه تأخذوا فكرة تنويرية عن اللغات يا جماعة لأنه في كتير من الأفكار النماطية السايدة عن اللغة الفرنسية أو عن اللغات الأجنبية في السدان فدي برضو حنوكي المحمد الهادي إنه يكلمنا عن إنه كيف بنكدر نتعلم لغات أجنبية من نحية تنظيرية أو الحاجة لأنه الشغل العملينا فعليا نبتديناه السلام عليكم 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 حتى الناس بيلاقوا المتعلمين اللغة الفرنسية في إذا كان في باريس ما شو فترة تدريبة بقول لون أنتو إذا علمتوا اللغة الفرنسية وين من كترة ما إنهم ملكوا من اللغة وحتى كسبوا نفس الصوت لما نجوا يتكلموا اللغة الفرنسية السلام عليكم 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 سنتحدث عن اللغة باحتبارها تشكل رؤية للعالم وهذا كله مستمت من نظريات علمية يعني ما كلام حاجة نقول لكم بلاي سنتحدث عن اللغة كأداة إنجازية في الواقع وكيف تأثر في تشكيل الواقع وكيف الواقع كمان برضو تأثر على اللغة في مداخل كثيرة سنتطرق لها إن شاء الله هنا بطل منكم وأكد على ست الفرقة بتاعت المعلومات في الناحية هناك سؤال من المتابعين في اللغة فينا في أفارغة بيقولوا مرسي وفرحصيين بيقولوا مرسي الفرق شنو بينا في الحقيقة إذا جينا رجعنا تاني هو نفس السؤال الطرح الأخد قبل شوية إنه ليه بعض الأفارغة مثلا بيقولوا مرسي ليه شكرا والفرنسيين أنفسهم أو بعض الفرنكوفون تانين بيقولوا مرسي يعني يبقى فيه اختلاف شوية في الصوت بتاع الغ أو الآر أحيانا بتانطيك را وحيانا بتانطيك خا فدية جماعة راجعة لعوامل بيئية في ناس المقدرات بتاعتهم الصوتية ما بتسمح ليهم إن ينطقوا لغة الصوت غا أو خا في بعض اللغات ما موجود يعني ما تفتكروا إلينا عشان بنتكلم بنطق كل الأصوات كل الناس في العالم نطقوا برشة الأصوات لا في لغات عندها فقر صوتي أو لأسباب برضو تاريخية كمان يعني إنه الصوت شوية بتاع الغ عند الأفارغة ممكن يكون غريب أو ما موجود في اللغات ما المحلية فبالجأوا للراء باتبار إلينا مغرب وهي في الحقيقة ما بتفرق يعني هي مكتوبة حسب الحروف الأبجدية ر مثل الفرنسيين نطقوها ر فما بتفرق إنك تنطبها ر أو ر بيكون مفهومة دائما بمتابة ميرسي ميرسي أظن نفس الفهم حي يصلك صح طيب سؤال خير طيب السائل بيقول هل تعلم اللغة الفرنسية معقد أم سهل يعني تعلب اللغة الفرنسية حيكون سهل ولا حيكون صعب أنا مقول يا جماعة تفاعلوا خيرا تفاعلوا خيرا تجدوهم اللغة ما في حاجة يسمى لغة صعبة أو لغة سهلة تفاعلوا خيرا تفاعلوا خيرا وعلى اجتهادك إنك وعلى طموحك إنك تتمكن من اللغة فنحن كأسازة دورنا إنه نوفر ليكم كل المسهلات اللي بتساعد إنكم تكتسبوا اللغة الفرنسية بصورة صحيحة إن شاء الله المعضلة الأساسية في اللغة الفرنسية طيب يا جماعة اللغة كلغة مجردة هي ما تمثل معضلة بالنسبة لينا نحن كسودانيين يعني إننا نتعلم اللغة من ناحية تركيبية من ناحية قواعدية من ناحية صوتية أو من ناحية زخيرة لغوية ده كل ما فيه مشكلة يعني قد تكون الإشكال الوحيد ونكون صريحين مع الناس إنه الإلمان بالجوانب الثقافية لأن اللغة يا جماعة هي معاه حامل للثقافة يعني ما بنقدر نصل اللغة على الثقافة وقد يكون بعدنا الجغرافي عن فرنسا شوية بأثر بخلق مشكلة إن الناس ممكن تتكلم اللغة بصورة صحيحة لكن يكون فايت علىها بعض المعارف الثقافية اللي بتخليها تدقن اللغة دي زي الناطقين الأصلين بها فإحنا برضو ننتبهي إلى الحاجة دي ونعمل إنه عبر البرامج الثقافية ومن خلال النادي بتاعنا إنه نقدم لغة فرنسية للناس بكامل نسامته يعني تكون دائما لغة محملة بالثقافة وفي المعارف والعلوم المختلفة اللي هي حتساعد كتيري جدن في إن الناس تدغين اللغة دي بصورة سريعة وبصورة ميتاد إن شاء الله شكرا لك مستعدين لبناء سودان جديد وبناء سودان أكثر انفتاعا للعالم فإنت اللغة الفرنسية أتخيل معاكم متى المعرفة حتى تتحصل علىها بعد متى التروس اللغة الفرنسية شكرا لك نرجع للكلمتين حقاتنا بدنية سيفيل بدنية سيفيل بدنية سلمية فاسيفي سلمية سلمية فاسيفي بانصوار شكرا جزيلا للأساس الكرام أساس الجوعة النيلين على تفضلهم بيننا أخوانا بدولينا النادي بتاع مخاطبة اللغة الفرنسية ودي فرصة كويسة أخوانا أنا صراحة من الناس يعني مبسوط جدا جدا أنه هيكون عندنا فرصة بتاعت تعلم اللغة الفرنسية قبل شوية الأساسة ذكروا المسألة بتاعت مخارج الحروف وإنه الزول بيكون فيه لغته ممكن تكون في اللغة التانية فيه مخرج بتاع حرفه ولا صوتي فالكلام ده ذكرني فيديو في تيت قصيروني كده عن إنه من وين حرف الأكس ده بمسل المجهول مش كده يقول لك يا أخوانا الحير فراني أفرد ليه وسين مش كده فنشوف الفيديو ده فيديو فير انترسينج نشوفه بعد كده حنبدال نادي بتاع مخاطبة اللغة الإنجليزية موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولكنه أشتركوا في القناة الخاصة خصوص الفيديو اشتركوا في القناة اولا ما لديه فإن أردت أن أعلم أرابك، وهي مجرد أن يكون لذلك كبيراً لغاية. لترطل أول تقريباً أو تقريباً أو تقريباً أو تقريباً في عربك، كما تحصل على أن تقريباً لأن كل أساسي مختلفة وممتلك المقرن. فهذاه لذلك يوجد كثيراً لذلك لذلك ما تعتمد كما في الأساسي ومعهماً ومعهماً بأسيارة ومعهماً كانت مجرد في الأول عامة من المقبلة من العربية والطيرية وصلت على السلطة إلى الشرق في السيارة الوجب وثيارة بسيارة بسيارة الدمساء فالجببو سيارة في معلومة جميع أنت santافي والتعاربية هذه الفيديو تكتبり دخالهم إلى المستقبل which is to say Spain in the 11th and 12th century and when they arrived there was tremendous interest in translating this wisdom into a European language but there were problems one problem is there are some sounds in Arabic that just don't make it through a European voice box without lots of practice trust me on that one also those very sounds tend not to be represented by the characters that are available in European languages here's one of the culprits this is the letter sheen and it makes the sound we think of as sh it's also the very first letter of the word sheen which means something just like the English word something some undefined unknown thing now in Arabic we can make this definite by adding the definite article al so this is al sheen the unknown thing and this is a word that appears throughout early mathematics such as this 10th century derivation of proofs the problem for the medieval Spanish scholars who were tasked with translating this material is that the letter sheen and the word sheen can't be rendered into Spanish because Spanish doesn't have that sh sound so by convention they created a rule in which they borrowed the ck sound the k sound from the classical Greek in the form of the letter chi later when this material was translated into a common European language which is to say Latin they simply replaced the Greek chi with the Latin x and once that happened once this material was in Latin it formed the basis for mathematics textbooks for almost 600 years but now we have the answer to our question why is it that x is the unknown? x is the unknown because you can't say shh in Spanish and I thought that was worth sharing and I thought that was a good night the Japanese we came back for the Here we at the end the French language we will be устрой of a foreign language the English language the English language the English language it is thegt the AHA boys شكرا